تستعد الجزائر لمنتدى القمة لدول المصدرة دول وحكومات المصدرة للغاز بشكل كبير هذه الأيام كان هناك حوار مهم لوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب لمجلة الجيش تحدث فيه عن الجزائر باعتبارها أظهرت مرونة كبيرة في سوق عالمية غير مستقرة وقال عرقاب أن الجزائر باتت موردا آمنا وموثوقا به للغاز الطبيعي من يتابع الوزير عرقاب في المدة الأخيرة يلاحظ وفود آتية ووفود مغادرة طبعا لا يأتون لعيون الجزائر هذا شكل من الوفود الوفد الألماني الوفد البريطاني الوفد التركي يعني من يتابع صفحة وزارة الطاقة على الفيسبوك سوف يشاهد كين وفد الصباح ووفد حشية من كل العالم يعني تحديدا من أوروبا هؤلاء لا يأتون ليستواد عيون الجزائريين ولا بش يريحوا مع السيد عرقاب ويشربوا معها أتية هؤلاء يأتون لإبرام العقود لأن الجزائر تجاوزت في المدة الأخيرة نيجيريا كأول بلد منتج للغاز المميع المنقول عبر البواخر ودرت أنبيب من إسبان إلى إسبانيا وإيطاليا وإلى أوروبا ألمانيا الصحافة الألمانية في المدة الأخيرة جلدت وزير الطاقة الألماني وزير طاقة وزير بيترول مش عارفوا ما كيف يسموه في الحكومة الألمانية عن العقود التي تأخرت مع الجزائر كيف لم تتعقدوا مع الجزائر وإسبانيا عندها خلافات مدريد مع الجزائر ومع ذلك ينعقود إيطاليا أهم شريك للجزائر في أوروبا وهذا كله بفضل نعمة الغاز التي أنعم الله بها علينا في نهاية المطاف أنت كيف تسير هذه النعمة كيف تتفاوت كيف تعقد السفقات كيف تحافظ عليها ماذا يعطيك الألمان في مقابل ما تعطيهم غاز اتفاقيات الهيدروجي الأخضر الأنابيب التي تذهب إلى أوروبا هذا الملفات يقوم بها سيد عرقاب وفريقه وأكيد الجزائر في منتدى الغازة وفي كلها كلام كثير حول هذه المسائل